جريمة من نوع تاني بين النمسا وإيطاليا اختفاء يومي لحوالي 47 طفل مهاجئ في أوروبا معظمهم من سوريا وأفغانستان يا ريسي ممكن احنا كنا تناولنا الموضوع ده على الأطفال لأنه مش أدر أفهمه لوس ان يوروب أعتقد ما هيك اسم ال اللوس ان يوروب اللي هي عاملين الأطبائع في أوروبا هيك شي تقريبا اللي هم عاملين التقريب ده دي المنظمة اللي عاملت التقريب ده نعم ميسينج شيلدلينج أوروبا نعم الظاهر هو إزاي أو ليه حتى لو كان الوالدين الهدف بتاعهم الوصول لأوروبا إزاي بيضحب طفله أنه هو يسيبه يسافر أو يسيبه يعرض حياته للخطر ويا وصل يا ما وصلش عشان هو يقدر يعمل عملية لم شمل بعدها والنتيجة أنه نحن نلاقي الأعداد دي الآلاف مفقودين مفقودين ما ليه المستفيد من القصة دي المستفيد أعداء 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 الدول العربية أعداء الدول المنتجة للاجئين والمهاجرين هدول هنب سيد الكريم مين المستفيد برأيك أنت؟ مين المستفيد؟ أنا وأنت المستفيدين نحن عم نتحسر عم نتحسر وعن نبكي دمان يمكن على هالأطفال هاي المفقودة الله بيعلم في أطفال انسرأت في أطفال الله بيعلم التاجر في أعداء الله بيعلم شو صار في هدولك فيا سيد الكريم أنا ما فيني لهم الشخص اللي عم يرسل ابنه أو بنته فعليا هم تحت السن القانوني يعني تحت 18 لحتى يوصلوا على أوروبا ويحصلوا على الأمان لحتى يقدروا يجيبوا باية فراد لعائلة أو على الأقل هذا الشخص نفسه ينجو ما فيك تلومه سيدي الكريم في حدا بيترك بيته طب ما يطلع هو مجوز ما سحط للفرصة مهربين البشر المجرمين هدولي كمان أرقام ما هو اللي عم ياخدوه من الأشخاص يطلع هو جميل جدا ولكن هذا الشيء هلبوتاه ما فيني انت كل واحد يعني أنا أو انت يفترض إذا بدنا نحن نعلم ناخش نحط حال لا مكان الشخص اللي أرسل ابنه إلا هل كلهم أبرياء لا مش كلهم أبرياء أكيد في منهم مصرفين بس في من ما عنده حل في حدا آخر لا تركيا تركيا من أكبر من أكتر الدول مع الأسف صارت للي تضطهت حقوق اللاجئين وحقوق الأقليات وحقوق السوريين تحديدا الناس ما عادت تقدر تعط فيها لبنان دولة ترعى بالإرهاب لبنان دولة ترعى الإرهاب بكل ما تحمل كلمة معنا يمكن فينا نقول أكثر الدول فعليا اللي كانت فعلا ترفع لها القبعة باستقبال هي مصر فعليا مصر كان فعليا بصمتها لغاية اليوم السوريين ما شاء الله بمصر صاروا فعطحين أعمال وصاروا عندهم أشغال وفعلا يعني أتى حطلن فرصة للإندماج الحقيقي يعني لسعنا لمولونش ضيوء اللاجئين والضيوف يا سلام جميل جدا طبعا فبالتالي يا سيد الكريم ما في كتلوم الشخص اللي قاعد بالأردن مرمي بمخيمات ولا بلبنان بلبنان لبنان النظام الدولي بتأخذ اللاجئ بترجع بتسلمه للنظام الإرهابي بسوريا النظام بيكون بإعدامه فش بدك يا يعمل هذا برمي نفسه بالبحر بروه على قبرص بده يلاقي حل فاللي قاعد بتركيا بمخيمات الشقاء والبؤس لك ببعث ابني لك يعيش هو خليني أموت أنا فما فينا نعتب على أحد ولكن ليش هذؤلاء الأطفال فقدوا أين فقدوا وين موجودة جداولهم كيف تتبعهم بأي دولة أوروبية أخرى تانية هالفعالية وصلوا لدول الوجهة طبعا المشكلة هل يوجد سرق ملف كبير ستنكشف ستنكشف خباياه يا أستاذ في السنين المقبلة بعد عشرات السنين رح نعرف وين صاروا هدول الأطفال وهدول الأبناء وكل واحد هل فعلا وصلوا وضلوا لوحدهم ولا تم سرقتهم أو تمت المتاجرة بهم من خلال عصابات البشر أي غير عصابات تهريب البشر عصابات البشر الموجودة في أوروبا الموجودة في أوروبا وغيرها أيضا فمسألة كتير كبيرة مع الأسف شيء أسف لذلك لابد من علاج أصل المشكلة وليس نتائج المشكلة نعم ترجمة نانسي قنقر